في خضم الأحداث المتسارعة التي تشهدها اليمن جراء عبث وإرهاب جماعة الحوثي ورغم أن المعركة الفعلية مع هذه الميليشيات لم تبدأ بعد إلى أنها تتلقى ضربات موجعة وخسائر كبيرة تفاصيل الجبهات العسكرية نتابع تتوالى الضربات المسددة التي تتكبد فيها جماعة الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وذلك بمختلف الجبهات البداية من محافظة صعدة والتي تصارع فيها الميليشيات الموت حيث قتل وجرح العشرات من مسلحي الحوثي وأسر آخرون في معارك الملاحيظ التي أسفرت عن تظهير جبل تويلق فيما فشلت الميليشيات في عشرات الزحوفات بالأطفال لاستعادة مواقع استراتيجية سبق أن تم دحرها منها وفي ميدي قتل ثلاثة عشر حوثيا وجرح آخرون فيما أسر أربعة آخرين خلال عملية توقل في أحياء المدينة نفذتها القوات الحكومية وبحسب مصدر عسكري فإن القوات الحكومية تضيقت الخناق على العناصر المتبقية في بعض أحياء مدينة ميدي تمهيدا لاستكمال تظهيرها وفي جبهة نهم طردت ميليشيات الحوثي من سلسلة جبال الزلزال أقصى شمال مديرية نهم الشرقي العاصمة صنعاء وذلك في عملية عسكرية خاطفة للقوات الحكومية وتكمن أهمية تحرير سلسلة جبال الزلزال في أنها تصيدر ناريا على مواقع هامة للميليشيات بالإضافة إلى السيطرة النارية على الخط الترابي القادم من محافظة الجوف والذي يعد الشريان الأهم لإمداد الميليشيات الموجودة قربي منطقة ظبوعة المعارك أسفرت عن مقتل أربعة عشر عنصرا من الميليشيات الكهنوتية وجرح آخرين فيما خلفت الميليشيات عددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة وفي محافظة مأرب لغي أكثر من عشرين أنصرا حوثيا مصرعهم وجرح آخرون إثر مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية في عدد من المواقع بجبهة سرواح وذكرت مصادر ميدانية أن المعارك أسفرت عن خسائر فادحة في صفوف الميليشيات الحوثية إلى محافظة تعز حيث لغي أكثر من خمسة مسلحين حوثيين مصرعهم وجرح آخرون بهجوم مباغت على مواقعهم في الجبهات الشمالية للمدينة تركزت المعارك في وادي الزنوج ومحيط جبل الوعش الاستراتيجي وتمكنت القوات الحكومية من أسر عدد من عناصر الحوثي خلال المعارك فيما كثفت الميليشيات الظلامية قصفها بالمدفعية الثغيلة على الأحياء السكنية وسط المدينة ترجمة نانسي قنقر